هل سبق أن واجهت مشكلة تسرب قطرات من البول على الملابس بعد أن تنتهي من التبول والتنظيف وتخرج من الحمام؟ هذا أسوأ ما قد يحصل في يومي خاصة إذا كنت في المسجد أو أتحضر للصلاة وجربت الكثير من العلاجات حتى وجدت الحل تسمى هذه الحالة Post Void Dribble وبهذه الحلقة أشرح سبب هذا التقطير المزعج بعد التبول سواء عند الرجال أو النساء وما هي خطوات العلاج المناسبة السلام عليكم يا عزيزي معك أخوك الدكتور فارس عرب وحلقة جديدة من سكون ميد سبب التقطير بعد التبول هو احتباس البول في جزء من الإحليل خارج المثاني وهذا يحدث بسبب إجهاد أو ضعف عضلات المسالك البولية سنفهم القصة إذا نظرنا للتشريح يوجد في أجسامنا عضلتان حاصرة للبول الأولى تقع عند مخرج المثاني والثانية في أرضية الحوض بعد التبول بشكل طبيعي تغلق عضلات المثاني أولا وتعصر الإحليل ومن ثم تغلق عضلات أرضية الحوض ولكن يحصل انحباس البول في الإحليل إذا أغلقت عضلات أرضية الحوض قبل عضلات المثاني بسبب ضعفها مما يؤدي إلى احتباس كمية قليلة من البول في هذا الجزء من الإحليل أو من ثم يتسرب بعد أن تمشي وتخرج من الحمام إجهاد وضعف العضلات التناسلية أمر شائع لدى الجميع يحدث عند الرجال والنساء الكبار والصغار إما نتيجة الإجهاد العصبي أو البدني اليومي أو نتيجة عوامل نمط الحياة مثل حبس البول لفترة مطولة وزيادة الوزن والضغط أثناء الإفراغ لتسريع العملية ورفع الأوزان الثقيلة والسعال المستمر هذه هي الأسباب العامة ويوجد أيضا أسباب أخرى للتقطير بعد التبول ولكنها نتيجة حالات مرضية مثل التهاب المثالك البولية أو هبوط المثاني عند النساء أو تضخم البرستات للرجال أو الأمراض العصبية مثل التصلب المتعدد وتلف الأعصاب السكري أو من بعض الأدوية مثل أدوية السكري ومدرات البول ومضادات الهستامين ومضادات الاكتئاب هتسأل كيف نفرق بين تقطير الإجهاد والحالات المرضية هألك يصاحب الحالات المرضية أعراض أخرى غير التقطير مثل حرقان وضعف في تدفق البول أو التردد والحاجة للضغط لبدء التبول عدم التفريغ الكامل للمثاني والاستيقاظ ليلا التبول بشكل متكرر في هذه الحالات أنصح دائما باستشارة طبيب المثالك البولية والنداء هنا للنساء استشيري طبيب المثالك البولية وليس طبيبة النساء والولادة لأن الفرق بين الإختصاصين وطريقة العلاج كبير وهنا بحب نوه أنه بإمكانك التواصل مع راعي هذه الحلقة منصة الاستشارات الطبية كونز الميد في حال صعب عليك تشخيص أي مشكلة طبية كونز الميد هي أكبر منصة للاستشارات الطبية في أوروبا والشرق الأوسط بتوفر خدمات الاستشارة عن بعد مع أفضل الأطباء حول العالم وتوفر عليك السفر وفي حال بعد الاستشارة احتاجت تسافر فالشركة بتوفر لك الإجراءات والجوازات والمترجم في الخارج وأيضا بتوفر توصيل الأدوية الأجنبية لباب بيتك عمل تطبيق كونز الميد الرابط بوصف الفيديو ولان نرجع لموضوعنا لعلاج تقطير ما بعد التبول عندي ثلاث نصائح لك مجربة وفعالة واستفت منها أنا شخصيا النصيحة الأولى تدليك الإحليل هذه الخطوة ليست خاصة للرجال فقط بل للنساء أيضا الهدف هو إخراج آخر قطرات البول المتوقية من الإحليل بعد التبول انتظر قليلا للسماح للمثاني لتفرغ بالكامل بعد ذلك للرجال ضع إصبعين خلف كيس الصفن واضغط بلطف باتجاه قاعدة القضيب أما للنساء التدليك يتم فوق فتحة المهبل بهذه الطريقة تساعد في إخراج قطرات البول المتبقية في الإحليل يكرر هذا التدليك ثلاثة مرات على الأقل للتأكد من تفريغ الإحليل تماما أما النصيحة الثانية فهي المكملات والنصائح الغذائية رقم واحد فيتامين بي ون أو الثيامين عزز وجباتك بالخميرة الغذائية والكبدة والبيض وبدور ذوار الشمس والعدس والفول والسبانخ والبازلاء وقلل من استهلاك القهوة والشاي فيتامين بي ون يساعد في تعزيز صحة الأعصاب خاصة اللي بتتحكم في عضلات المسالك البولية وثانيا قلل من استهلاك السكر والنشويات فالحد من هذه المواد الغير مفيدة للجسم يساعد في تحسين وزنك وصحتك بشكل عام تقرير الالتهابات التي قد تؤثر على المسالك البولية وأخيرا نصيحة رقم ثلاثة تمرين تقوية عضلات قاع الحوط تعتبر تمرين كيجل أو كيجل من أقوى الطرق لعلاج تقطير ما بعد البول لأنها تقوّل عضلات المحيطة بالإحليل وتحسن التحكم في تدفق البول وبالإضافة لذلك التمرين يقوي الامتصاب عند الرجال ويشد المهبل عند النساء القيام بالتمرين في غاية السهولة وأن تجالس أو مستلق على الظهر شد عضلات قاع الحوض لمدة خمسة ثواني ثم استرخب الكامل لمدة ثانيتين وهذا كل شيء لكي تتعرف أو تستشعر وجود هذه العضلات هي نفسها العضلات التي نشدها عندما نريد حصر البول أو الغازات جرب التمرين الآن وأنت تشاهد هذا الفيديو وأخبرنا كيف تشعر أنصحك ممارسة التمرين مباشرة بعد الانتهاء من التبول عشرة مرات فقط ولكن حاول القيام بالتمرين بدون شد عضلات الأرداف أو البطن وبدون أن تحبس أنفاسك نتائج ممارسة التمرين كيجل على المدى الطويل سحرية فهي تعالج وتقي من سلس البول والغازات أو سقوط المثانة والمستقيم وتضخم البروستات وتشد المهبل وتقوّل الانتصاب ولهنا خلصت كلامي لهذه الحلقة إذا بقي لديك أي استفسارات رجع أن تركها في التعليقات حرد عليها في أقرب وقت ممكن أو تواصل معنا عبر العيادة الإلكترونية للاستشارات الخاصة أنا الدكتور تعاليس عرب واحتني بجسمك لأن روحك تسكن فيه ترجمة نانسي قنقر